مرحبا يا جماعة معكم بيان عياد أول مرة أكون معكم مع ميديكولوجي أحكي لكم عن حالي أنا خريجتي الهاشمية دفعة 2020 الحمد لله كنت من أوائل دفعتي حاليا عم بحضر لليو اسميلي خلصت ستيب ونوربنا أنا عمالي بيسكويل 253 وهلأ عم بدرس لستيبتو بحضر له رح أكون معكم ببعض المحاضرات ويمادة الباثولوجي وإن شاء الله بنشوفكم بمواد تانية وبموديولز تانية هلأ هاي أول محاضرة بمادة الباثولوجي وبأول يوم بالجي آي فهيك نعطي لهم حسرية عن جهاز الهضمي انتوا أخدين هيك يعني شوية حكي عن الجهاز الهضمي من ثنة أولى أخدتوا شوي بالفيسيولوجي أخدتوا شوي بالأناتومي أخدتوا بالهستولوجي فهي يعني عندكم شوية معلومات الجهاز الهضمي بيمتد من الماث تل الإنس وضيفة الجهاز الهضمي زي ما أنتوا عارفين أنه بتدخل الأكل من خلال التن بعدين بيصير بيمشي أول شي بيمشي على المريء اللي هو الإسوفيغاس بعدين بيفوت على الاستومك المعدة بعدين بيروح على السمول انتستان اللي هي ثلاث أجزاء أول شي في عنا الدودنم بعدين الجوجنم بعدين عنا الإيليام آخر شي بيطلع هذا الأكل أو نواتج الأكل على الكولون ascending colon transverse colon descending colon وبعد هيك بيروح بينزل الأكل على السيغمويد colon ثم الركتم بتخزن هناك الفيسيز لحد ما نقدر نعمل ديفيكيشن هلأ وظيفة الجهاز الهضمي مش بس أنه يعني هي تيوب أوكي هي تيوب وتيوب كنتينيوس من التم لحد الأنس لكنها مش بس أنه تيوب و بس لا هي وظيفتها أنه تصير فيها عمليتين أساسيات عملية الدايجيشن للأكل اللي إحنا عمناكله بحيث أنه نحوله لموليكيوز أصغر نقدر نمتصهم نطلعهم من الجي آي نوديهم على الدم بعدين الدم رح يروح يوزعهم لمختلف الأعضاء بجسمنا حتى نستفيد من هذا الأكل ونحوله لأينرجي أو نخزنه اثنين بعد هيك بصير في عنا يعني دايجيشن بعدين أبزوربشن وفي شوية عمليات سيكريشن لمواد بدنا نتخلص منها في بعض الأكل بيكون يعني فويبرس ما بيصير لها تكسير ولا بيصير لها امتصاص فبتضلها بالنهاية كنواتج بتروحها للكولون وبتتحول لفيسس بالإضافة لبعض الشغلات اللي أنا رح عملها سيكريشن أو رح أضيفها على اللومن تبع هذا التيوب وهذا الإشي اللي تكون بالنهاية راحها للكولون رح يتحول لفيسس ويطلع من جسمنا فهي الوظيفة الأساسية والأجزاء هلأ الجي آي خلينا نتفق إنه سيستم كبير يعني أكبر من الأمام أس اللي انتو أخدتوه كأول سيستم كبير طويل عدد المحاضرات كتير عدد المواضيع كبيرة لكنه كتير مترابط يعني مش زي الأمام أس بتحسوا إنه من كل قطر أغنية أو حتى السيستمات الثانية حتاخدوها كتير مترابط بمعنى إيش قصدي مترابط؟ يعني مادة الأناتومي مادة الهستولوجي الامبريولوجي الباثو الفيزيولوجي البايوكيمستري كلياتهم بكملوا بعض فإنت اللي ما فهمتو من الباثو رح ييجي الفيزيولوجي يشرح لك إياه اللي ما فهمتو من التنين هدو واللي الأناتومي رح يساعدك إنك تفهمه والهستولوجي أضف على هيك والبايوكيمستري أضف على هيك فأفضل طريقة لإنكم تدرسوا هذا السيستم إنكم تاخدوه as boards أو okay as a comportment بمعنى في عندنا مثلا أول comportment رح تكون التم الماث والأناتومي تبعات الماث الأناتومي تبعات salivary gland الفيزيولوجي اللي بتصير مثلا salivation الفيزيولوجي تبعتها البايوكيمستري اللي ريليتد مثلا لل salivary gland والماث في عندكم كمان بعدين الأمراض اللي خاصة بالماث بتخلصوا كل هاي المواضيع إن هيك خمس مواد تمام تروحوا على اللي بعده الإستوفيقس الإستوفيقس بتكم تدرسوها من ناحية الفيزيولوجي من ناحية الأناتومي البيوكيمستري الهيستولوجي كمان كتير مهمة وبعدين بتدرسوا الباثو فهيك بتصير الصورة كاملة فإنتوا خدوها بلوك بلوك يعني كل الأشياء مقسمة زي هيك كل الأمراض مقسمة زي هيك حتى الأناتومي استومك نفس الشي أناتومي فيسيولوجي باثو ما تروحوا تدرسوا مواد كاملة لا تدرسوا أناتومي كاملة لا تدرسوا باثو كاملة فأفضل طريقة هي كبلوكس تتعامل معهم اليوم محاضرتنا رح تكون عن الأورال كافيتي والأمراض اللي رح تصيب الأورال كافيتي بمادة الجي آي بتحكي عن ثلاث مواضيع أساسيين بلس موينس شو يقصنا بثلاث مواضيع أساسيين أول شي رح نحكي عنه هو يعني الانفلميشن على الأورال كافيتي شو أنواعه شو أسماءه شو أسبابه انفلميشن على الاستمك نفس الشغلة شو أنواعهم وشو أسبابهم انفلميشن على الانتستين انفلميشن على الركتم كلياتهم هنعرف هيك أورجن أورجن اثنين غير الانفلميشن هنحكي in general عن بروليفرتف ليجنز أو يعني خلينا نقولي الأكسترا مثلا أحيانا بيكون الإشي الاكسترا بسكولوري بروبلم أحيانا الأكسترا بيكون مثلا هيرنية أحيانا الأكسترا بيكون بروليفريشن والإشي الثالث اللي هنحكي عنه اللي هم الكانسر أو خلينا نقولي النيو بلازم البناين والماليقننط لكل أورغان طيب أول شيء بالأورال كافتي زي ما أنتم عارفين أنه تم من جوة كلياته ليند باي ميوكوزا والميوكوزا طبعا هي كل الجي آي تس لايند باي ثلاث طبقات ميوكوزا وسب ميوكوزا وفي عندكم بعدين الماسكولاري سلاير وآخر طبقة هتكون أدفنتيشيا أو سيروزا هذا اللي شي بتحكو بالهستولوجي هلأ هون إحنا اللي بتهمنا أكتر شي هي الميوكوزا تبعات الماث كل أورغان مهم أنه نكون عارفين شو الميوكوزا أو السلز اللي بيعملوا لها لينين الأورال كافتي الميوكوزا عبارة عن ستراتفايت سيكويماس إبيثيليام نون كيراتينايز مرة ثانية ستراتفايت سيكويماس إبيثيليام نون كيراتينايز هذا الإشي بساعدني عشان أعرف كمان شفي التيومر هاي الميوكوزا شو بتغطي بتغطي اللبس من جوة بتمتد يعني هاي المنطقة اللبس من الداخل أوكي وبعدين بتغطي سقف الحل بتغطي للسان بتغطي كل منطقة الأورال كافتي وحتى بتنزل لورا بعد التم بيجعلنا الفارينكس الفارينكس زي ما أنتوا عارفين فيه نيزوفارينكس أورافارينكس سيرانجوفارينكس بعد هيك بيكمل عنا على الإسوفيقس فكل ياتهم من التم لنهاية الإسوفيقس لو سألنا شو الإبيثيليا اللاينينج stratified sequamous epithelium non keratinized النقطة التانية اللي بنا نعرفها وخليني أحكيها هون بما أني عم بحكي عن الهستوريجي طالما نوع الإبيثيليا اللاينينج نفسه وقلت لكم إنه الإبيثيليا اللاينج مهم عشان قصة الكنسر في عنا خاصية بالكنسر اللي بيصير هون إنه بنسميه sequamous cell carcinoma of head and neck هيك بيعبروا عنه هذا كومولي للجماعة اللي بتدرس أو رح تدرس اللي يقسم لي والstep بيقولوا لكم عن في مرض اسمه sequamous cell carcinoma head and neck وحتى لما تروحوا على الكلينيكل على الجراحة واسبشري على الـ ENT رح يجوا يعبروا بهذا المصطلح عن مجموعة كبيرة من الكنسر اللي كلهاتهم بيصيروا بمنطقة الهيد and neck which includes oral cavity يعني مثلا ممكن الكنسر يكون على الالسان ممكن الكنسر يكون على tonsils ممكن الكنسر يكون على الفارنكس ممكن الكنسر يكون على بداية اللارنكس ممكن الكنسر يكون على الاستوفيقس كل هدول الاماكن بنعبر عنهم بسيكويمة cell carcinoma أو فيدنك ليه لأنه فيهم خاصية بنسميها field cancerization ايش قصنا بfield cancerization بما أنه epithelial lining نفسها من التم لحد الاستوفيقس تمام وبما أنه نوع الكنسر واحد والمسببات واحدة يعني الrisk factors for squamous cell carcinoma أو فيدنك هي نفسها mainly smoking هذا main risk factor والrisk factor الثاني infection mainly في عنا الHPV virus وفي عنا الEPV HPV وEPV احنا هون هم نحكي عن HPV فهدول بما أنهم هم المسببات يعني smoking أول مسبب المسبب الثاني infection إذا عم نحكي عن التم ومنطقة الوروفارنج فمنحكي عن HPV إذا بنحكي عن النيزوفارنج سيحتخدوها بالRS بنقول عن EPV وبعدين لما بننزل تحت على الاسوفيقس وكل شي يكملو هدول هدولهم البكتير هدولهم الفيروس والأسباب ففي عنا هالخاصية الfeel cancerization بمعنى بما أن المسببات موجودة فممكن الكنسر يطلع بأي مكان هاي أول نقطة النقطة الثانية ممكن ألاقي عند نفس الشخص أكتر من كانسر يعني عنده كانسر على التونسلز عنده كانسر بالإسوفيقس والاثنيناتهم سكويموس cell carcinoma تمام لكنهم مش مت يعني مش كان الكنسر مثلا بالتونسلز نزل الميتاستيس على الإسوفيقس لا كل واحد فيهم primary cancer ليه لأنه هي نفس المنطقة نفس الإبيثيريا متعرضة لنفس risk factor فهي فكرة ال field cancerization اللي بنشوفها بالسكويموس cell carcinoma of head and neck كمان شغلة السكويموس cell carcinoma بنشوفها بأماكن تانية بالGI السكويموس cell carcinoma كمان مكان الانس الانس ممكن نشوف فيه السكويموس cell carcinoma وفيه كمان مكان بتشوف فيه السكويموس cell carcinoma اللي هو السيرفيكس بالفيميل بالفيميل جنيتاليا منطقة السيرفيكس عرضة لكانسر كتير مهم كتير هتحكو عنه لما تروح على الكلينيكال وعلى النسائية very important هذا الكنسر اللي هو اسمه cervical وسببه عادة اللي هو الـ HPV which is a sexually transmitted disease برضو كمان السكويموس cell carcinoma of the anus هو سببه الـ HPV اللي هي برضو sexually transmitted تمام فهاي من الكنسر اللي فيها نفس الخواص نفس البكتيريا حتى لما نحكي عن الهستولوجي هي نفس الهستولوجي فهلأ من هلأ تذكروا هاي المعلومة وحفظوها طيب هلأ نحكي نبدأ عن الـ conditions الـ Inflammatory اللي رح يأثروا على الأورال ميوكوزا أول condition Inflammatory اسمه الـ Aftus Ulcer أو له اسم تاني الـ Canker Soar هاي الـ Ulcers بتأثر على عدد كبير من الناس يعني كل حدا فيكم على الأغلب أو خلا نقول أربعة من كل عشر عم بيسمعوا هذا الفيديو بحياتهم اتعرضوا الـ Aftus Ulcer اللي هي عبارة عن ألسر أو قرحة بتصير بالتم بالميوكوزا اللاينينج اللي التم من جوا زي هاي كتير بتحرق وعادة هل بحكولك مثلا إمك أو جديدك حط عليها طحينية فبتخف عاليا آه بخف في الوجع لكن هالحالها بتروح يعني ماكس مملي خلال سبع العشر أيام بتكون راحة هاي الاشي وما بد ها أي تريتم ويعتقد انها بتيجي مع السترس يعني وقت الامتحانات وقت مثلا ما انت تكون بالداية أو في اموشنال دسترس فوقتيها بتطلع هاي الحم الاثنين ممكن تيجي لما انت بتاكل مثلا اكل كتير حار او اكل كتير حامض ممكن تيجي مع هاي الاساس دائما الالسر لما بنسمع كلمة الالسر معناها هدي بداخل الجوة هاي بس مؤثرة على الميكوزة ف قلنا 40% من الناس ممكن تصير عندهم اياها هلا شكلها بتكون هيك من جو لونها ابيض وحواليها رم حمرة وننتبه انها جاي على التم من جو هي كمان وحدة هون جاي على التم من جو ما بتيجي على اللبس ما بتيجي من برا بتيجي داخلية هلا الاشي المهم انه اذا لقيناهم كانوا ملتبل او اذا كانوا ريكرنت يعني عادة هي بنوعين وما بتخوف وبتروح لحالة وقلنا stress induced اذا كانوا ملتبل او اذا كانوا ريكرنت فلازم نفكر بمرضين المرض الاول اسمه inflammatory bowel disease وهذا inflammatory bowel disease نوعين نوع اسمه ulcerative colitis ونوع اسمه crone's disease رح تاخدوهم لما تحكوا عن inflammation تبع الانتستان والكولون ف crone's disease يتميز بحدوث ulcer من التم لحد الانس فاذا شفنا ريكرنت multiple بشخص عمره 20 سنة ف you should think of crone's disease هاي اول شغلة اثنين واحد عنده ريكرنت او multiple ulcers على التم بالاضافة ل genital ulcer ulcer على الpenis او ulcer على الفيستيبيول تبع الفيميل وقتها بدنا نفكر بمرض مناعي اسمه بهجة disease بهجة disease وبتاخدوه يمكن بالكارديو بتاخدوه عن الvasculitis ونوع من انواع الvasculitis او التهاب الاوعية الدموية اللي بيكون سببه نوريكرنت او اذا كانوا multiple طيب الانفلاماتوري التاني اللي رح نحكي عنه هو الهيرب السيمبليكس فيروس اكيد مش اول مرة بتاخدو عنه اخدو عنه بالمايكرو الهيرب السيمبليكس فيروس زي ما انتوا عارفين انه هو dna virus هذا الفيروس فيه الهيرب السيمبليكس فيروس 1 و 2 و 1 كنا نقول انه فوق الامبيلايكس او وعادة بيجينا على صورة ليبياليس اوكي صح انه بصير في عندهم هيرب السليبياليس اللي هي انفلميشن على الليبس وفي عندنا ال HSV 2 بيكون على الجينتال اريا اهم خاصية لما نسمع كلمة هيرب السيمبليكس وهاي very important لما تروحوا على الكلينيكل واسمعوا انا كنت اشرح المرة الماضية او قبل كم يوم كنت بشرح بياناس ورجعوا وحكوا عن الهيربس بكل سنة حتنسألوا عنها ولما تروح على الكلينيكل بكل امتحان مني اوسكي رح يجبو لكم صورة هيربس ويسألوكم عنها اهل خاصية بالهيربس حتى بالامتحانات اللي بره قصة الهيربس سواء على اللسان على التم على الايد حوالين العين حوالين الاذن على الرجل مثلا على الجينتاليا كل اياتها نفس البرزنتيشن بيسموها group of ulcers group of physicals بالبداية شايفين هاي الصورة هلا الهيربس اللي بيالس بيكون على اللبس من بره اوكي من اللي على هون على الكورنر او على اللورلب على الاغلب على الاغلب على اللورلب ما بيجي جوا فهاي طريقة نميزو عن الافس الافس حكينا داخلية الحمى اما الهيربس خارجية على اللبس من بره اثنين شايفين هدول هاي physical وهي كمان واحدة وهي كمان واحدة فبنسميهم group of physicals بغض النظر وين مكانهم خلص this is directly spot يعني بجيبو لكم بس صورة وبسألكم عطيني spot diagnosis directly بتقولو لهم هيربس ريجارد لسوين المكان اوكي هلا مشكلة هدول الافسيكالز فيهم fluid ممكن انها على طول هاي الافسيكالز تعمل rupture ويبدأ هذا الفلود يطلع منها يعمل oozing بعدين يصير فيه crustation هون حواليها انه ينشف هذا الفلود اللبس اوكي فgroup of physicals easily rupture بيصير حولهم crustation وبيتركوا محلهم ألسر وين ما شفنا هاي البرزنتيشن directly this is herpes group of physicals بعدين تحولوا لألسر اوكي وهاتو ديفرنشيات عن الافس اكيد من خلال الlocation وقصة الgroup of physicals هلا هون ما بيروح لحاله هاد على الاغلب بدنا نعالج الجماعة اللي بيكون عندهم recurrent مشكلة الهيربس انه بيجي اول مرة بيصيب الشخص بعدين بيروح بتخبى بالديرماتوم اوكي يعني بالنيرفز بالدورسل والغانجليا بالنيرفز وبيضله يرجع كل ما الشخص اللي اتمنعته او كل ما تعرض للسترس او حتى بيحكي لك لما يتعرض للشمس كتير تومتش بترجع بتطلع او عند كل امتحان ترجع بتطلع او اي اشي emotional stress فعشان يكبتها علاج دائما الهيربس فيروس فشو علاجو acyclovir طيب اللي بعدو الكندشن التالت الانفلاماتوري هو الكانديدا الكانديدا اكيد انتو شايفينها او عارفين عنها من قبل بتجينا بهاي البرزنتيشن شو البرزنتيشن للكانديدا بتلاقي في عندك white lesion او بيسموها pseudo membrane انه هيك زي في منطقة حمرة تمام وعليها membrane من برة وهذا المembrane لونه ابيض اوكي فبتكون pseudo membrane اذا اريضيمة space وفوقه pseudo membrane هذا pseudo membrane لونه white او grey هاي هي خواص الكانديدا والكانديدا زي ما انتو عارفينها انها هي عبارة عن فنقص طيب هلا فاذا شفنا هاي الصورة برضو كمان هاي كومون تجيكم بكل الامتحانات البالدنيا فديريكت شو بتقولوا هاي الصورة كانديدا بس بدنا ننضيف عليها معلومة زيادة انه هاي الليجن اللونها ابيض بتقدر تشيلها تعملها scrapping بتقدر تشيلها مثلا تستخدم tongue depressor هذا العود الخشب اللي بنزل فيه tongue الدكتور لمدو يفحص حلقك بصير يحاول يحطها اوكي اذا طلعت معه هاي المنطقة لونها ابيض وشفنا تحتها انه في اريديم تسبيس this is direct لكانديدا لانه كمان شوح نحكي عن ليجن بيضة بس ما رح تطلع لما انت تتحكها بالتونج ديبراسور اوكي فهاي سبوت كانديدا هلا الفكرة بالكانديدا اللي بدي تعرفوها انه هي نورمال فلورا واكيد اخدتوا عن المايكرو بالمايكروبيولوجيا يعني انه النورمال فلورا بتمنى وان جنرال بالجي اي كتير هتحكوا عن نورمال فلورا جي اي مليانة معبية بكتيريا ان جنرال النورمال فلورا ما بتعمل انفكشن الا بحالتين الحالة الاولى انها تنتقل من المكان اللي هي المفروض تكون موجودة فيه للمكان تاني بالجسم يعني مثلا الكانديدا نورمال فلورا بالتم لو الكانديدا راحت على الدم هي مش نورمال فلورا بالدم بهاي الحال رح تعمل انها انفكشن الكانديدا مثلا نورمال فلورا بالتم لو راحت على الدماغ وقتها هي مش نورمال فلورا هناك فبتعمل انفكشن فأول سبب للإنفكشن للنورمال فلورا وهي قاعدة عاملة كل الجي اويل لأنه حتحكوا عن كتير أشياء اللي تدلقصت النورمال فلورا بليز كونوا أوير بهاي المعلومة نورمال فلورا عشان تعمل إنفكشن يا أما بدأت تنتقل من مكانها لمكان تاني تمام النقطة التانية عشان تعمل النورمال فلورا إنفكشن إنه يكون الشخص مناعته قليلة فهي حالتين إنها تعمل ترانسلوكيشن أو إنه يكون الشخص مناعته قليلة that's why الكانديدا بما أنها نورمال فلورا بتتم وعم تعملينها إنفكشن بتتم فما ضل عندنا سبب إنها تعمل إنفكشن إلا أنه الشخص تكون مناعته قليلة وبالتالي مستحيل أو نوعا ما الشخص اللي تماما اللي زينا وزيكم وعادي ووضعنا تماما ما بتلاقي عنده كانديدا أو بسميها أورال كانديدياسس أو بيسموها الأورال الثرش أورال الثرش مين هم من الناس اللي بيشوف عندهم الكانديدا اليميونو كومبرمايز زي مين أول شي في عندنا جماعة الديام بتكم تعرفوا أول مثال اليميونو كومبرمايز اللي عندهم ديابيتس تمام الكانديدا لما بتيجي بتعمل إنفكشن في نوعين منها في نوع بيسموها ميوكو كوتينياس كانديدايسس يعني إنها على الميوكس من برينز وعلى الاسكن ومين اللي بنلاقيها أورال الثرش وممكن نلاقيها كمان على الفاجاينا وكيدا أخدتوا هذا الحكي بالمايكرو فهدول وين بنلاقيهم عند الناس اللي عندهم ديابيتس مش كتير أوكي ديابيتس بتقلل المناعة لكنها مش كتير بتقلل المناعة والناس اللي ما أخذ recently antibiotic فبتلاقي عندهم الكانديدا بهاري الأماكن اللي فيها نورمال فلورا بدلش تعمل انفاجينيشن بدلش تعمل فيها انفكشن النوع الثاني من الكانديدا اللي هي بتكون سيستميك كانديدياسس إيش يعني سيستميك يعني طلعت للدم وصارت تعمل فانجيميا وصارت تنتشر وتروح أو تعمل ديب انفكشن انفكشن بالدماغ انفكشن على الإسوفيقس انفكشن مثلا على أماكن غريبة هي مش نورمال فلورا هناك فعشان تعمل انفاجينيشن حكينا جماعة الدي ام جماعة الانتيبايوتكس الكانديدا بتضلها سوبرفيشيال على التم برضو كمان كومن بيبول بصير عندهم كانديدا على التم اللي بياخدوا كورتيكوستيرويد جماعة الآزمة الآزمة واحدة من طرق العلاج انهم بيعطوهم نيبلايزر او بيعطوهم هذا البخاخ اللي بيروش كورتيكوستيرويد او كلوكو كورتيكويد او كورتيزون يعني تمام الكورتيزون بتقلل المناعة فكوم اللي انه هدول الناس لانه بيستخدموا البخاخ بيتمهم يصير في عندهم كانديدا بالتم اوكي فدولهم بيصير في عندهم كانديدا سوبرفيشيال تمام لكن في ناس تانين بيكونوا ميونو كمبرميز لسه أكتر على لفل أعلى زي مثلا جماعة الايدز زي جماعة عم اخدين عم ياخدوا كيموثيرابي وصائبهم نيوتروبينيا الناس اللي اخدين عاملين اوكي وماشيين على اميونو سابرسنت عشان ما يفشل هذا الاورغان اللي يزرعوه او الناس اللي عامل زراعة نخاع عظم استمسل ترانسبلانت فكل هدول الاشخاص بيكونوا اميونو كمبرميز لدرجة كبيرة فهاي الكانديدا مش بس رح تكون بتتموا بالفجانا لا بتفوت ديب بتروح تعملهم بالإستوفيقس هي مش نور مالفلورة بالإستوفيقس بلاقيها راحت على التماغ راحت على الدم عملتهم سبتيسيميا فهون معناها انه المرض سيء فايدة ويعي قلتلكم انا لما تشوف كانديدا عند الشخص فكر انه وضعه مش تمام فبتعرفوا انه واحدة من طرق تشخيص الايدز انه يجينا المريض عنده كانديدا بيتمه مثلا او كانديدا على الإستوفيقس تخيلين ايدز مرض نقص المناعة تشخصه من اشي بسيط زي هيك فعليا اه وهاي الاشياء اللي بجبوها بالمستشفيات انه والله طلع له حبة على تمه وبعدين اكتشفوا انه عنده ايدز او طلع له ألسر على تمه اكتشفوا انه عنده ايدز يس this is true كانديدا ما بتصير بشخص طبيعي ان صارت فدور على اميونو سبريشن اوكي especially if he was young وعمره 20-30 سنة والله عنده كانديدا this is weird فدور على ال ايدز افحص ايدز اوكي نفس الفكرة لما هناخد بالانس انه والله شخص عنده مثلا اينال كانسر شو لازم اشي تاني افحص له اينال كانسر حكينا انه سكويمس سل كارسينوم معناه انه عنده HPV انفكشن which is an STD فلوك for other STDs زي l-HIV فعشان هيك اي شخص بجينا ب squamous cell carcinoma of the anus mandatory اول فحص بدك تعمل لها l-HIV وهذا very important كتير بيحبوه بامتحنات بره اوكي طيب هلا اخر شغلي عن الكانديدا اللي بدي احكيها انه فيه ثلاث انواع منها فيه نوع اللي هو اسمه pseudomembrane اللي بيعمل لنا هاي اللي جين اللي لونها ابيض طبعا هذا اللي بسموه oral thrush فيه نوع ثاني iridimates انه بس بتلاقي مناطق لونها حمراء وفيها ulcers وفيه نوع ثاني hyperplastic بالعكس بتكون فيها lesion وبارزة لبرا مين اللي بهمون هذول طبعا ما بهمون اللي بهمنا هو pseudomembrane هذول عمركم ما حتسمعو عنهم طيب هيك خلصنا inflammatory conditions تابعون oral cavity نحكي عن condition الثاني اللي هو lesion of the oral cavity وننتبه على كلمة proliferative هكينا هنحكي عن inflammatory هنحكي عن benign هنحكي عن malignant واحدة من benign conditions انا ما عم بقول neoplasm benign condition يعني عادي اش معنا benign حميد مرض ممكن نصيب oral cavity في هاي lesion اللي اسمها biogenic granuloma طيب ال biogenic granuloma شو فكرتها اول شي شو بيجينا الباشنط بيجينا بيشكي من هاي الصورة في عندو lesion على اللبس وهاي lesion بتكون زي كأنها bedenculated يعني زي كأنها هيك الها neck وطال على بره اوكي لونها احمر او purple ومشكلتها انها كتير بتوجع ومع الوقت رح يصير فيها ألسر وتصير مثلا تنزف او تعمل oozing وهاي مجرد ما تشوف يعني هاي الصورة spot اذا جابلنا ياها this is directly يعني biogenic granuloma اوكي طيب هلا biogenic شو الفكرة اللي فيها يعتقد انها بتيجي عند ناسين يا بتيجي بعد trauma يعني واحد مثلا عض على شفته بالغلط فصار في عندو بعدها هاي lesion او بقولنا بالسؤال يعني هاي كومون تجيكم بسئلة الجراحة اوكي وبتصير مش بس على فكرة باللبس يعني بتصير بأماكن تاني ممكن تصير على اليد على على ايدها او اشي زي هيك فصار في عندها هاي الماس اللي يعني خلاص اول ما تشوف ها this is biogenic granulome لما تدا مدير ما بتشوفوها اوكي بتكون هيك fungated او podenculated ماس وتعمل ألثر وممكن تعمل بليد وvery painful فthe point is انه هاي lesion بتصير عليها ألثر مع الوقت طيب شو الفكرة فيها او انا بقولنها هي binoin condition طيب شو المشكلة اللي صارت المشكلة اللي صارت قلنا بعد التروما صار في عندهم proliferation of blood vessels وgranulation تشوف عملة that's why اسمها biogenic granuloma biogenic دائما كلمة biogenic بتفكروها انه infection او فيها بس هي فعليا مش infection تمام وgranuloma انها بتشوفها فكرة الgranuloma ماس وبرز لبر فالاسم يعني بخربط لكن هي فعليا proliferation of the granulation tissue اللي includes the granulation دائما بيحتوي على شو اللي هي الخلايا الالتهابية او النسيج الالتهاب اللي بيجي بعد الالتهابات شو بيحتوي بيحتوي على أوعي دموية هاي اول شغلة والاشي التاني غير البلود vessel رح يكون بيحتوي على stroma او connective tissue فهاي الكمبوزيشن تبعها اذا lesion is ritch in vascular tissue it may ulcerate وتعمل red purple in color لو اخذناها على histology شو رح نلاقي فيها dense proliferation of immature blood vessels بالاضافة لل granulation as seen in granulation تشو يعني blood vessels مع stroma نفس اللي بيشوف باي التهاب الفكرة اللي فيها انه هاي ال granuloma ممكن تروح لحالها ممكن انها تصير لها progression للأسف وتتحول لاشي cronic يعني اصير فيها اضافة ل fibres tissue كتير انه كل جين مش عارفين فتصير كتير صلبة وتعلم محلها وتتحول ل fibroma fibroma يعني benign tumor في fibres tissue ف justification حتى ممكن نصير كتير صلبة فعشان هاي الموضوع عشان بنخاف من هيك مع انه اغلب الناس ممكن انها يسير لها انه خلاص رجل لحالها فاذا انا خايف من هذا الشي لازم اني اشيل ها surgical بيجي بقصوها وبيشلوها اوكي طيب هلأ انا انا حكيت لكم على اول سبب لأنها ممكن تيجينا بعد trauma السببب التاني common وهذا هو الاسئلة الاسئلة اللي هي قصة البرغنانسي بيسموها البرغنانسي tumor او البرغنانسي mass بمعنى انها بتطلع على اللبس بيجي لك واحدة حامل وعند هاي الصورة وقالت لك انها progressive مع الوقت بتزيد وحتى ممكن بعد الحمل ترجع تروح الماس وترجع تطلع الحمل اللي بعد it's related للبرغنانسي common انه oral cavity رح يكون النيو بلاستيك condition ونتذكر لما نقول كلمة نيو بلاسم نيو بلاسم اتمين بناين واتمين ماليجن فنبدأ بهاي الليجنز وما بينهما يعني الاشياء الممكن تكون بناين تتحول لماليجن طيب بالنسبة للبناين اللي بتصيب الورال cavity او خلينا نقول نيو بلاسم اللي بتكون كدبي بناين كدبي انترميدية condition اسمه لوكو بلاكيا لوكو بلاكيا اجو ال world health organization اعطوه definition قالو اي لجن بتطلع بالتم لونها ابيض لوكو معناها ابيض اوكي لجن بتطلع بال oral cavity لونها ابيض cannot be script off ما حقدر اشيلها بالتنج ديبريسر او احكها على طول صنفها او اعطيها اسم لوكو بلاكيا regardless اي شي regardless شو الهيستولوجي طبعتها او هي benign هي malignant ايش الوضع فيها اوكي فشو تعريف اللوكو بلاكيا اي white patch او black على التم وبتكون well circumscribed و cannot be scripted off ما حتقدر تشيلها regardless شو pathological appearance طبعها او شو ال disease اللي هي عاملته هي cancer هي benign هي normal فهذا التصنيف وانتبهوا انه cannot be scripted هذا الاشي قلت لكم ميزو عن الكانديدا كانديدا بتقدر تشيلها او تحكها هاي ما بتنحك ما بتروح فهي هاي الصورة white lesion well circumscribed احيانا بتكون بالزلة بره شوي اوكي وبتيجي بدك تحكها او تشيلها ما حتروح فعلى طول بسميها لوكو بلاكيا طيب بعدين شفت لوكو بلاكيا شو بدي اعمل خلاص هل بكتفي انو بقول لوكو بلاكيا وبسكت لا اي لوكو بلاكيا بتلاقيها لازم تاخد منها بايوبسي يعني اما تشيلها كامل بعمل اشي اسمه excisional biopsy excisional يعني بشيلها كاملة او احيانا ممكن اني انا اشي اخد منها بس بايوبسي صغيرة اذا كان حجمه كتير كبير وانا ما بدي اشويه المنطقة باخد منها خزعة صغيرة اوكي incisional biopsy خزعة وبترك الباي incisional biopsy وببعتها على اللاب لانو احنا صنن قلنا انو لوكو بلاكيا كتبي بناين كتبي بلغنانت انا لسه مش عارفة طيب وديتها على الهيستولوجي شو بتوقع علىي شو النتائج الممكن تطلاع الهيستولوجي بقولنا انها رينج طويل عريض يتراوح ما بين انك تلاقي completely normally ميكوزا يعني عنا ميكوزا وصبي ميكوزا وادفنتيشيا وكل هالقصص والميكوزا عبارة عن stratified cacomus epithelium non-cretinoids وcompletely يعني normally locking فخلاص هاي بتقول اوكي لوكو بلاك ممكن يكون مثلا هذا الشخص عنده مثلا الدتد الفتد سوري دنتشر يعني اسنانه مش كتير التطابق او الانتباق تابعوني الاسنان عبعض مش تمام فممكن كل مرة مسكر اسنانه مثلا يجي يعض شوي على خده على الميكوزا اللي بالخد من جوه باطن الخد فبالتالي مع الوقت بيسير في عنده لوكوبليكيا وحتى ممكن الناس منكم يعني يفتح تمو يلاقي في عنده هاي الليجن فبنقول تمام خلاص ما في ولا اشي ما بدي اعمل ولا اشي إذا طبعا هاي الكمبليتلي نورمال بتكون بس الفكرة هيبر كيراتوسيز وثيكننج يعني هاي هي سبب الليوكوبليكيا الاشخاص اللي بيكون عندهم الخلايا they are نورمال ما في اي مليجن فيتشر كمبليتلي نورمال لكنهم هايبر كيراتوتك او فيهم اكانثوتك ايش يعني اكانثوتك اخدوها بالأمأس اكانثوتك يعني بتزيد طبقة الميكوزة بتزيد الثكنس تبعط الطبقة وهايبر كيراتوسيز وانه يسي فيعنا ريتنشن على النيوكليا او بايرا كيراتوسيز ريتنشن على النيوكلياي تبعط الطبقة السطحية اول طبقة المفروض ما يكون فيها نيوكليس فلاقينا فيها نيوكليس فتمام معادي ما في مشكلة طيب الابشن التاني اني انا ااخد البيوبسي والاقي فيها ديسبليزيا شو يعني ديسبليزيا خدتوها بالجنرال لما اخدتو عن الكانسر بالجنرال باثو الديسبليزيا انه اجي اطلع على الخلايا والاقي اشي كلها مختلف شوي عن الخلايا الطبيعية من ناحية اول شغلة الميتوتك فيها كتير عالية اثنين بلاقي فيها مثلا سيليولر النيوكلير كاريكتريستيكس فيها هيك النيوكيس مش تمام ثلاثة بلاقي في سيليولر بليومورفزم يعني شكل الخلايا مش مختلف يعني بختلف شكل الخلية A عن B عن C نورماني المفروض كل الخلايا يكونوا ايدنتيكال تمام اربعة الماتشوريتي تبعات الخلايا مش احسن اشي بالحياة ففيها خصائص او يعني شغلات سيسبيشيس اوكي لكن الخلايا كلياتها يعني هاي الخلايا مثلا كلياتها فوق الميوكوزا هذا الميوكوزا شايفين هذا الميوكوزا ويجي تحت هسب الميوكوزا كل هاي الخلايا السيسبيشيس مختلف للميوكوزا مش نازلة لتحت مش مخترقة الميوكوزا ونازلة لتحت فهاي نطلق عليها مصطلح ديسبليزيا اذا بعيد ممكن تطلع عنا نورمال كمبليت نورمال بس ممكن يكون في عندي ديسبليزيا ايش يعني ديسبليزيا يعني تبعت الخلايا فيها مش تمام شكل الخلايا مختلف ففي عنا بليومورفزم النقطة الثانية الثانية زيادة تلاتة الخلايا مش عم تعمل زي الاشي الطبيعي كان فهاي منطلق عليها انو الخلايا فيها ديسبليزيا لكن عشان اصميها ديسبليزيا بدي اطلع واتأكد انو هاي الخلايا مش مخترقة ونازل على السب ميكوزا طيب هاي الديسبليزيا فيها تصنيفات لانو حين عاد معكم كتير لانو احنا هون بنحكي عن مين عن فمراحل سي بتبلج زي ديسبليزيا بعدين وبعدين بتصير كانسر سواء بالأورال كافيتي او سواء بالليسوفيغس او حتى بالانس او حتى لما تروحوا على السيرفيكس والجينيطاليا تبعات الفيميل والميل نفس الاشياء فأول لفل مثلا واحد عنده اتش بي في اللي نفترض اول شي الاتش بي في بتعمله اللي هي بتخرب الخلايا بتفوت جو الخلايا بتعمل ديسبليزيا بعدين هاي الديسبليزيا بتضلها تزيد 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 فيه لها درجات الديسبليزيا لها درجة بنسميها ميلد بعدين الدرجة اللي بعدها اسمها مودرات بعدين في عنا الدرجة الاخيرة سيفير وبعد السيفير بيجي عنا اش اسمه كارسينوما ان سايتو واخر شغلة بصير في عندهم الانفيسيف كانسر فهاي المراحل لكل سكويمة سيل كارسينوما بمشوفها فيها فبتيجي الاتش بي في بتيجي بتحول الخلايا بنسميه مويلد طيب مودرات معناها انه في عنا زي هذا مثلا مودرات في عنا تقريبا تلتين الخلايا تلتين فيهم الدس بلاستيك فيتش بينما اخر تلت نورمل السيفير لما يكون الفول ثيكنس كل ياته فيه دس بلاستيك فيتش طلعوا كيف الخلايا يشكلها فكل ياتهم فيهم الدس بلاستيك فيتش شكلهم مش تمام شو الفرق بين السيفير دس بلاستيك والكارسينوما انسايتو تقول لهم انه السيفير دس بلاستيك فيتش اللي حكينا انه بليومورفزم اللوصف النورمال ماتشوريتي فين يوكليير فيتش سبيش ومماخذ الفول فكنس لكن الكارسينوما انسايتو انك انت تشوف ترولي اماليقن سل اوكي الدس بلاستيك سل فالكارسينوما انسايتو لما انت ترولي تشوف ماليقن سل بوحدة من هاي ثيكنس لكنها هاي الكنسر مش مخترق فعشان هيك دائما بيستخدموا انترشينجيبلي فكرة السيفير دس بلاستيك والكارسينوما انسايتو لكنهم ترولي دفر كارسينوما انسايتو معناها انه عندك على الاقل واحدة من الكنسر السل اللي ترولي يعني اثبتت انها كانسر بس مش مخترق الباسمين المبارين السيفير دس بلاستيك نفس الفكرة مش مخترق الباسمين المبارين ما اخذ الفول ثيكنس بس كل الخلايا دس بلاستيك ما فيه كانسر سل اخر اذا نزل هاي الكنسر سل اخترقت يعني تحول لكارسينوما انسايتو نزلت الخلية الكنسر لتحت الباسمين المبارين فبصير اسمه انبيسيف كارسينوما وهي صورة كتير مهمة قصة الدس بلايزيا سواء هون او بانواع تانية من الكنسر هيك حكينا عن اللوكو بلايكيا فاللوكو بلايكيا حكينا انه سوس بشوس يعني احتمالية انها تطلع فيها كانسر بين 4% ل40% طيب في كونتشن تاني بيخوف على التم ممكن نشوف اسمه اريثرو بلايكيا اريثرو معناها احمر جارينها او اخدينها من الاريثرو سايت فتلاقي لونها احمر على الثانية انطلعوا هاي الليجن حواليها رم لونها احمر الاريثرو بلايكيا لما تشوف ها على طول خاف لانه احتماليتها 50% لما اخذ منها هستولوجي يعني اخذ منها بايوبسي وابعتها هستولوجي 50% احتمالية اني اشوف الدسبليزيا بينما لما اجينا حكينا عن اللوكوبلايكيا اذا اخذنا منها بايوبسي وادناها على المختبر قلنا انه الاحتمالية بين 4 ل40% تمام فهي 50% انه تكون فيها فعليا دسبليزيا او حتى انه انلاقي فيها انيبليزيا وتكون فعليا ماليقننت تكون ماليقننت مين جاءنا سؤال مين الماليقننت مين المال مين اللي بتخوف اكتر ايرثروبلايكيا اذا شفت ايرثروبلايكيا او لوكوبلايكيا شو بدي اعمل لازم ااخد منها هذا اسم هذا مش تشخيص لازم ااخد منها بايوبسي ابعتها على اللاف واشوف الهيستولوجي مين احتمالية انها تكون فيها ديسبليزيا او كانسر اعلى ايرثروبلايكيا فمين بتخوف اكتر ايرثروبلايكيا نيجي على اخر اشي بهذا الاسبكترم اللي حكينا ايرثروبلايكيا في عنا اصد ديسبليزيا ومالد ومالد وسبير وكرسينوما اخر شغلة انه يوصل عنا سكويمة سيل الكارسينوما اللي قلنا سكويمة الكارسينوما اتفقنا انه من اهم اسباب الالكوهول وال HPV انفكشن وفي عنا كمان سوري التوباكو اصف التوباكو وال HPV انفكشن وممكن حتى الالكوهول كيف يجينا بماس يعني هاي مثلا ماس على التونج او ممكن ماس على الباكال الميكوزة شايفين كيف الميكوزة اقلي لازم طبعا انت مجرد ما تشوف هاي الميكوزة تاخد منها بيوبسي وتبعت ها على اللاب شو العلامات اللي بدنا نشوف هال السكويمة سيل كارسينوما وبركز احفظوا مني هدول الجملتين لانه وين ما شفتوا السكويمة سيل كارسينوما حطوهم بتجيبو صح اول شغلة بالسكويمة سيل كارسينوما اش يسمهم كيراتين بيرلز كيراتين بيرلز شايفين هدول الدوائر اللون هم احمر اللي بيسموهم onion skin like appearance زي اشر ال اشر ال اونين اوكي فهدول اش اسمهم كيراتين بيرلز يعني انتو عارفين انه السكويمة سيل بكون كيراتين هذا الكيراتين سحب حاله نزل هاي ممكن يجيبولكم اياها مسلا من وين من من السيرفيكس هاي ممكن الصورة جيبونا اياها من الانس ممكن اياها كمان شوي بالاسوفيقس وممكن اياها من الورال كافيتي كل اياتهم شو معناهم معناهم سكويمة سيل كارسينوما هاي اول شغلة كيراتين بيرلز النقطة التانية اللي بتشوفوها او الشغلة التانية بس هاي بدي يكون مفرجينا خلايا يعني عمستوى خلايا في اشي يسمو انترا سيليولر برجز انترا سيليولر برجز عمستوى الخلايا فبيكون كتير يعني المايكروسكوب اللي يستخدمو كتير دقيق لدرج نفرجان خلية وخلية فبتلاقوا في برجز هيك بالخلايا هيك في خيوط أو خطوط بسموهم انترا سيليولر برجز فاذا شفنا هدول الخاصيتين داييركتي وتذكروا انه نفسه بالسيرفيكس نفسه بالانس بالإسوفيقس وبالأورال ميوكوزا وحتى كمان في عنا بالفارنكس نيزو فارنكس وأورو فارنكس فايهم على كمان شغلة بس تطلعوا عليها المفروض انه هاي اللونها غامئ هي طبقة الميوكوزا وهاي اللي تحتها المفروض طبقة الميوكوزا اللي فيها الميوكوزا عبارة عن stratified schermes epithereum فانتو شايفين كيف في عنا خلايا من الميوكوزا نازلة تحت باتجاه السب ميوكوزا يعني اخترق البازنون برين شايفين كل هاي الخلايا وتش اندكيت انه فيه كانسر ونازل عامل متاستيس لتحت فإذا قلنا الكلينكال سيكون في عنا ألسر أو اندوريشن على الأورال ميوكوزا هاخد منها بايوبسي هابعتها ألائي numerous nests أو islands of malignant keratinocyte invading underlying connective تشو الأصنا فيها السب ميوكوزا وشو اسمهم هادول النست اسمهم keratin perils هيك خلصنا الكونشن اللي بيأثروا على الأورال cavity تذكروا الانفلامات ويحكينا عن ثلاث شغلات ترفو تميزوا بين آتهم الاثثيس ألسر الهيرب هي البيوجينيك y granuloma تذكروا انها pregnancy related أو معل التراوما الكونشن التالت حكينا عن النيو بلازم حكينا عن leucoblachia erythroplachia and squamous cell carcinoma هلا بنروح نحكي عن salivary glands بما انو بنحكي عن oral cavity في عنا salivary glands زي ما انتو عارفين في عنا minor وفي عنا major الميجر هم ثلاثة في عنا البروتد وفي عنا السب mandibular والسب lingual والsize يعني البروتد هي اكبر حجما بعدين تيجي عنا السب mandibular تحت الماندبل بعدين اصغر شي السب lingual هدول بيسموهم major salivary glands في عنا salivary glands ثانيين اسمهم minor salivary glands وعددهم كتير كبير موجودين بكل البقى الميكوز يعني موجودين على اللبس موجودين على الميكوز من جوا طبعات الشيكس طبعون اللبس على سقف الحلق على البالت حتى على الطنسل في عليهم كلياتهم minor salivary glands وتلم انتو عارفين انو وظيفة هذه salivary gland تريليز السلايفا السلايفا عبارة عن fluid بالاضافة لمجموعة electrolytes تاخذ تفاصيلها اكتر بالهيستولوجي وهي عبارة عن جلاند وانتو اخذتوا الاسيناي بعدين طالع منها duct تمام عشان يصير في علينا الاسيناي وظيفتها انها تعمل formation لهذا الاشي اللي بدي عمله secretion فالتسي احنا هون عم نتحدث عن السلايفا فهي اللي بتكون السلايفا هاد السلايفا بتكون من هون بعدين بيصحب حاله وبيطلع through duct حتى يصير له release هلا هاي duct اللي هون بدها تعمل اول شغلة modification على هذا السلايفا يعني انها ممكن تسحب منه الاكترولايت معين تضيف الاكترولايت معين تخلي more concentrated diluted فبدي تعمل علي modification وبدها تنقله فهي هي وظيفة ال duct اوكي فأي شي related ل السناي مثلا هلأ شو نحكي عن histology حنشوف على صورة SNI على ذلك تكونوا فاهمين الفكرة العامة اوكي طيب هلأ بالنسبة ل conditions اللي بيأثروا على salivary glands فأول condition هنحكي عنه اسمه benign condition اسمه zero stomia zero stomia معناها انه تم ناشف في عندي مشكلة على saliva او salivar production او salivary gland لحيث انه ما في saliva production فنشف التم هي dryness على المouth اوكي شو اسبابها مين هم من الناس اللي بيصير عندهم dryness على المouth اربع ناس هم اول شغلة هو autoimmune disease مرض مناعي اسمه jougren syndrome very important اوكي كتير بيحبو الامتحانات اليو اسملي والبلاب وحتى بالبوتني مثلا كتير بيسألكم عنه اوكي jougren syndrome هذا jougren syndrome مرض مناعي بيصير جهاز المناعي هاجم غدد بجسمنا اهم الغدد اللي بيهاجمها هم salivary gland والغدد التاني هم lacrimal gland فهدول الناسات شو بيجوا عندهم بيجي عندهم dryness على المouth و dryness على الاي وبرده بيصير في عندهم لو اخدت مثلا biopsy من salivary gland رح ألاقيها مليان lymphocyte بيجيب الليمفوسايد وهي بتبلش التهاجم تمام والاشي الاخير انه هدول بيزيد عندهم الرزق للكانسر انه يصير في عندهم lymphoma كانسر اسمه lymphoma مش حكينا بيزيد عندهم lymphocyte هاي الليمفوسايد لو ضلت قاعدة لفترة زمنية طويلة فبصير في عندهم lymphoma جو salivary gland نفسها بنسمي هذا jougren كانسر بالغودة الليمفاوية اللي بالرقبة فصير واحدة منطرق علاج lymphoma اللي هو الريديو ثرابي بيصير يعطوهم ريديو ثرابي لا اي كانسر بالهيد اند نك او ناس كانت ريست كانسر وتعالج ريديو ثرابي مع الوقت فيه للريديو ثرابي واحدة من complications انه يصير فيه fibrosis على الاعضاء ثلاثة فيه عندنا medications اهم medication يعني directly اول ما تسمع complications يكون وصف لك clinic الكيس طويل عريض ويقولنا انه هذا المريض عنده dryness على المouth لازم directly يخطر ببالكم دوا anti colinergic drugs زي ما انتو عارفين انه pyrosympathetic system وظيفته انها تعمل rest and digest والdigestion بدها secretion للسلايف عشان تقدر تبلع الاكل فاذا انا اخذت anti-colinergic drug او اخذت ادوية that has or have anti-colinergic side effect في كتير ادوية لها anti-colinergic زي مثلا anti-histamine زي مثلا ادوية anti-psychotics بتاخدوهم لما بتاخدوا psychiatry anti-psychotic anti-depressant في هاي الادوية بيكون لها anti-colinergic side effect واحدة من اهم side effect اللي جي يحكي لنا منها والله المريض تمو ناشف عيونو ناشفين وما عم بيعمل urination directly فكروا بanti-colinergic اوكي طيب اخر شي الاشي الرابع اللي ممكن يعملنا زيروستوميا مع العمر يعتقد انه مع العمر بيصير اتروفي على salivary gland that's why elderly people بيحسوا دايما انه تموهم ناشف اوكي طيب هلأ شو الكمplication لمو كان تمو ناشف شو الاصة او شو الاشي فبدي يصير في عندهم difficulty بالswallowing بلع الاكل وحتى بالspeech حيختلف اتنين رح يصير في عندهم زيادة على حدوث الدينتال كيريز تسوس الاسنان فهدول جماعة الجوغرين سندروم اللي بيكون عندهم خلص شخصتهم جوغرين لازم اضل عمل لهم check up دوري عند طبيب الاسنان عشان قصة الدينتال كيريز ثلاثة oral candidiasis يعتقد انه بيزيد الرزق for oral candidiasis عند هدول الاشخاص طيب هيك خلصنا من الزيروستوميا نحكي عن condition تاني اسمه سيالة دينويتس سيالة معناها دايريكت لانه انا بحكي عن salivary gland اس مع اس سيالة ادينويتس ايتس يعني inflammation فايش هذا الكون inflammation of salivary glands شو اسباب الانفلاميشن على السيال اول شغلة بدي تعرفوها اللي هي مش مكتوبة هون صراحة بس very important اهم سبب the most common cause انه يصير عند الاشخاص سيالة دينويتس انه تسكر الدكت تبعة salivary gland يعني حكينا انه salivary gland مجموعة من الاسيناي وطالع من كل واحدة من هدول الاسيناي طالع منها دكت وبالنهاية كل هاي الاجلاند فيه لها دكت بتصب على oral cavity لو سكرت هاي الدكت من هون مثلا سكرت عن طريق stones stone علقت جوة salivary دكت فهاي بتعمل لنا سيالة دينويتس دائما كانوا يحكو لنا هاي الجملة whenever you have obstruction suspect a super imposed infection يعني لما بيكون فيه عندنا organ المفروض يعمل release لاشي جوا صار عندنا obstruction على القناة اللي بتعمل ريليز رح يتراكم هاي المادة اللي المفروض تطلع تراكم اي مادة بالجسم بيخلي بكتيريا اللي هي normal floral موجودة تهاجر وهاي normal floral لما تهاجر بتعمل infection حكينا ازغيرت normal floral مكانها بتعمل infection فايزا اهم and the most common cause of syaladenitis انه يكون عندهم obstruction واهم سبب لل obstruction انه يكون عندهم stones syalo lithiasis lithiasis او معناها stone وسياله قلنا salivary طيب هاي اول سبب اثنين trauma واحد اكل خبطة مثلا على وجهه خربت الدكتون كي نصير بعدها syaladenitis ثلاثة infection infection اهم واحدة هي ال viral اللي هي الممب infection وممكن تيجي bacterial infection وهاي بنشوفها البكتيريا اللي بيسموها sapurative syaladenitis sapurative حتشوفوها لما تحكو عن الجراحة ليه اسميش لالتخدير بولنا انه واحدة من complications للاشخاص اللي بتخدروا وبنحط لهم tube endotracheal tube هذا البربيش اللي بتخل على الرئة وبيحطوهم على جهاز تنفس الناس بتروح على l-ICU واحدة من complications بتصير عندهم اللي هي syaladenitis sapurative انها بتيجي ال staff او ريس بتعمل infection للغدد الليمفاوية وما بنشوف يعني على الاغلب انما تشوف بكتير infection على الغدد الليمفاوية مثلا هاي بيالأسئلة تابعون ال USMD بيحبوها انه دائريكتلي فكر انه هذا كائن محطوط على tube او على بربيش اخر شغلة اوتو ايميون يعني الناس اللي عندهم جو برضو high risk انه يصير في عندهم سيالة دينا تقولت لكم الليمفاويت بتفوت جو السليفري gland بلاش تعمل inflammation وبتخربها طيب هلأ بالنسبة للمومبس اللي هي الفيرل المهمة المومبس اصنا فيها ابوضغيم اغلبكم وانتوا صغار صار عندو الابوضغيم شو كانت اهم اعراضها حرارة ووجع بالوجه والغدد اللي المفاوئ السليفري اللي هم اللي الجديدة بطلنا نشوفه يعني احنا على جيلنا كان فيه لكن انتوا عوقتكم ايثنك انو ما حد كونوا شايفين المومبس على بعض لكن مشكلة المومبس اذا ايجا بالناس اللي صغار اقل من 15 سنة ما بيخوف عادي بيروح لحاله مشكلته اذا صاب الناس اكتر من 15 سنة له complications غير انو بيعمل لنا ابوضغيم ممكن يعمل لنا اول شغلة بنكرياتايتس ينزل على البنكرياتس ويعمل التهاب فيها جدا خطير اثنين المكان الثاني اللي ممكن يعمل التهاب فيه اوركايتس يعني على التستيكلز طبعون الميل اوكي فبروح بعملهم اشي يسمو اوركايتس يعني التهاب على التستيكلز هذا الالتهاب اذا صار فهاي رسكي انو هدول الميل يصير عندهم انفيرتلتي عقم دائم اوكي بسبب مومبس تخيلين فاذا الكمليكيشن طبعون الممب على الكبار بالعمر شغلتين الاولى بنكرياتايتس والتانية اوركايتس والأوركايتس بتعمل ستريليتي او انفيرتلتي وبتكون دائم طيب الكوندوشن التالت اللي حنحكي عنه related ل السليفري قلان اللي هو سيالو ليثياز ازقلت لكم يا هالحصوات اوكي اللي بتتكون جوا الدكت زي هاي الصور الحصوة اوكي والنا الاوبستركشن اصلا بتكون عرضة لانه يجي بعدها انفكشن يصير لنا سيالا دينايتس الكوندوشن الرابع اسمه ميوكوسيل الميوكوسيل شو فكرته ميوكو يعني ميوكوس وسيل يعني كيس يعني كيس مليان ميوكوس هذا الكيس اللي مليان ميوكوس متى بيجينا اوكي تعتبر انها هي واحدة من الانفلاماتوري اللي بتأثر على الكلاند شو سببها على الاغلب بتيجي بعد الابستركشن يعني واحد صاير عنده مثلا هيك كان عنده ستون وهاي الستون سكرت الدك تبعت الكلاند فكل الميوكوس او السلايفا اللي تكونت رح تضلها تتراكم جوه الكلاند فرح تعمل ساقة كيس أو كيسيل مليان ميوكوس وحيصير فيه التهاب فرحيصير اللوينين تبعت هذا الكيس عبارة عن انفلاماتوري سيل فكيف البرزنتيشن تبعته بيكون في عندهم على اللوينين على الاغلب عندهم انترمتنت سويلين على اللوينين زي هاي الصورة اوكي فلوكشويتن سويلين على اللوين لو اخدنا منها هستولوجي فبلاقي شايفين هذا الكيس ساك اللوينين تبعونه شايفين هاي برضو كمان واحد هون شايفين الخلايا لونها غامق فهاي عبارة عن انفلاماتوري سو اللوينين بتكون انفلاماتوري سو جوه هذا الكيس من جوه بيكون في عندنا الميوكاس اللي متراكم بالاضافة لانفلاماتوري هاي هم مواضحين هون هاي عنا كيس بس المعصوص مش مبين اللوينين تبعته عبارة عن خلايا التهابية وجواته ميوكاس هذا الاسباس كله ميوكاس وفيه احيانا بيزيد احيانا بيقل حجمه طيب هلأ اخر شي بنا نحكي عنه بالنسبة للسليفري جلان شا نختم المحاضرة هاي اللي هي التيومر ستبعون السليفري جلان طيب التيومر ستبعون السليفري جلان very very important للجراحة بحتاخدوا عنهم محاضرة أو محاضرتين بالجراحة فاسمعوا مني هالكلمتين وخلص بيكونوا وضعكم تمام بالموضوع السليفري جلان التيومر هلأ السليفري جلان زي ما اتفقنا فيه ميجر وفيه موينر الميجر اللي هي اكبر واحدة الباروتيد بتي تعرفوا انه كل ما كبر حجم الجلان كل ما كانت فيها نيوبلازم اكتر وانتبهوا انا قلت نيوبلازم ما قلت كانسر نيوبلازم كود بي بنوين كود بي ماس ماس ونيوبلازم يعني كلمة محايدة ما قلل اللي كانسر مين ايش الجواب وجابلنا باروتيد سبمانديبيلر سبلينجيوال موينر سليفري جلان كموني كوست نجيكم هلأ او بالجراحة اكيد الباروتيد اكبرهم حجما اكترهم كماسز او كنيوبلازم طيب السؤال المعلومة التانية كل ما صغر حجم الجلان كل ما كانت لو فيها ماس اذا كل ما كان حجمها اكبر كل ما كان احتمالية انه يصير فيها ماس اعلى فthe most common location انه تلاقي فيها ماسز او نيوبلازم بنقول له البروتيد النقطة التانية كل ما كان حجمها اصغر وكان فيها ماس فاحتمالية هاي الماس انها تكون مليجننت اعلى فاذا جابلنا وين المليجنسي اعلى وقاللنا سبلينجيوال سبمانديبيلر باروتيد شو بنجاوبه سبلينجيوال الاصغر هي الاكتر انه تلاقي فيها مليجنسي بالنسبة للارقام ف it's not very important اوكي not very important سليفري غلاندي تيومر مش كتير common لكن بتلاقي فيها cancers common question بالجراحة بجبولكم اياها بالميني اوسكي كتير لازم كل امتحان جراحة يجبولكم عن السليفري غلاندي النقطة التانية اللي بدي تعرفوها انه نسب حدوث الكنسر يعني انا لو كان عندي نيو بلازم لو بدي اعجي اقول نسبة حدوث النيو بلازم عندي مسلا بدي اقسمها على الثلاث الغلاندي اللي عنا اياهم فالبروتيد بيصير فيها 70% مثلا السب منديبولر بيصير فيها تقريبا خلنا نقول 25% والسبلينجيوال بيصير فيها 5% ف70% من النيو بلازم بتصير بالبروتيد 25% مثلا بتصير بالسب بالسب و 5% بتصير بالسبلينجيوال والمينر هاي من ناحية انو تلاقي فيها ماس فمين صفى فيها اكتر ماسز اكيد اكبر واحد لكن من ناحية الماليجنانسي لو هاي الماس كانت ماليجنانت فقديش نسبتها هلا الماليجنانسي بالنسبة لالبروتيد فلا تتجاوز انها تكون ماليجنانت اوكي مثلا هون لا تتجاوز ال20% بالنسبة للسب مين اعلى نسبة ماليجنانسي بنقول له المين اعلى نسبة الماس اللي هي بتها تكون البروتيد this is very important يعني information هتكون ببالكم النقطة التانية شو في risk factor للسليفري جلاندي تيومور يعتقد انو السموكين واحدة من اهم risk factor مين اكتر بيصير فيه ماس ميل ولا في ميل زمان كان هاد الاشي بحبوها المعلوم انو زمان كانت الميلز اكتر من الفيميلز حاليا الفيميل كتير زادوا لدرجة انهم صاروا اكتر بسبب الانكليز سموكين ان فيميلز اتنين شو هم انواع التيومور زل بيسير وفيه انا اكيد زي اي تيومور تانية في بنوين في ماليجنانت بالنسبة للبنوين في لسط طويلة عريضة بنحفظها فقط وحدة اسمها بليومورفك ادينوما وفي هاي الورثن تيومور بيحكو لكم عنها بالجراحة بالنسبة للماليجنانت برضو في لسط طويلة عريضة بنحفظها هاي اللي اسمها ميوكو ابيديرمويد كارسينوما معلومة على الهامش بالنسبة للبنين والماليجنانت او سواء كانوا بناين او ماليجنانت كلمة انهم ميكس يعني لما بتيجي بتاخد منهم هستولوجي طبعا شو اللي بريزنتيشن ماس عند السليفري جلانت اي ماس على السليفري جلانت هتحاول تاخد بيوبسي هاي البيوبسي اللي انت اخدتها او لما بتعمل اكسجن يعني وبتشيلها وتبعتها على اللاب السواء بناين او ماليجنانت هتلاقي التشو اللي موجودة ميكس يعني انت هتلاقي في عندك الخلايا اللي هم بيعملوا جلانت وكمان هتلاقي اشياء تانية زي اشياء تانية فانتبهوا لهاي الفكرة طيب خلينا نحكي عن البليومورفك ادينوما البليومورفك ادينوما شو بنا نعرف عنها اول شغلة اسمها هي the most common طبعا benign tumor وبما انها benign فالمost common location اكيد البروتد فبيجبلنا المost common location البليومورفك ادينوما directly parted والبليومورفك it's a benign tumor هل فيها احتمالية انها تتحول لما تقريبا 5% منهم بتحولوا لما او 4% واللي بيتحولوا لما بيكون لهم اسم بيسموها كارسينوما اكس بليومورفك ادينوما يعني كارسينوما ناجة اكس يعني سابق اوكي زي اكس بويفرند او اكس جيرفرند وبليومورفك اللي هي كانت بنوين كانت بليومورفك ادينوما لها اسم تاني مليجننت ميكست تيومر اوكي طيب هلأ بالنسبة للبليومورفك اللي هي كانت بنوين شو البرزنتيشن تبعونها او كيف بتيجي بتيجي كالتالي ماس بمنطقة الجلان تبعت السليفري جلان ماس بتتحرك very well defined يعني انت وحاطط ايدك عليها قادر تحدد البوردر ستبعونها اوكي لكن مشكلتها انه لما بنيجي بدنا نشيلها اذا شلناها هلا احنا عنا هاي لنفط رد البرتود جلان هيك شكلها اوكي لنفط رد هاي البرتود جلان وعنا الماس كيف موجودة هاي 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 well defined اذا انا اجيت عملت اشي اسمه inculation ايش احتمالية عالية جدا انها تعمل recurrence ليه لانه يعتقد انه هاي الماس لجوة بتكون عام للسودوبود يعني اقدام كاذبة ما ديتهم هيك لجوة فانت اجيت شفت الجزء اللي مبين وشلته لكن ما شلت السودوبود that's why احتمالية ال recurrence عالية جدا توصل ل25% هذا الرقم للحفظ عشان يكشو العلاج الافضل يعني زمان كان يعمل انكيوليشن وضلها ترجع وضلها ترجع سيئ جدا هلا طب ليه يعني تشتفكر طب ليه ما اشيح كل اللي عادي ما عنده سب مانديبيولر وسب لنجول لي بدي عامل لانكيوليشن بس اشيح ما دام هاي بتوجع الراس بضلها ترجع من اول الفيشل نيرف عشان هيك ما هيقدر يشيلوها يعني هاي رسك الفيشل نيرف بيجي بيفوت من هون بعدين بيعمل لخمس برانشات وبيقسم الجزء فوقه بسموها السوبرفيشيال لوب وجزء تحته اسمها الديب لوب اوكي الفيشل لانكيوليشن لكن في عملية جديدة صار اسمها سوبرفيشيال تاخدوها بالجراحة الفكرة صار يشيلو كل السوبرفيشيال لوب عشان قصة الريكرانس عشان تضمن انك شيرت كل وحاول ما تطب ابدا بالفيشيال نيرف سوبرفيشيال شوي خففت من موضوع الريكرانس حاول انك تعمل بريزيرفيشن للفيشيال نيرف بطريقة مش طبيعية بعدين طلع عالم او دكتور كتير شاطر قادنا نعمل سوبرفيشيال بريزيرفيشن لأزموتش برانش اس باصبل من الفيشيال نيرف وهيك انت بتخفف الريسكو فريكرانس وات the same time تمنع انه يصير في عنا فايشيال نيرف بالسي طيب هلأ بالنسبة للميكروسكوبي والميكروسكوبي لو اجيت اطلع على التيومر قلنا التيومر well-defined فتطلعوا كيف في لها border محدد بمكان معين وطلعوا هاي normal tissue اوكي هاي الماس لها well-defined border او لها capsule وجواها في tissue اذا اجيت انا اقصها يعني بالعين المجردة ماكروسكوبي كالي يعني بالعين المجردة بتطلع عليها بلاقي التيومر لونها تقريبا ابيض او grey white وفيها اماكن مبينة زي كأنها ازرق وهلأ منقول شو هاي الاماكن الازرق اوكي فلونها ابيض فيها اماكن لونها ازرق اتنين اذا اجيت على المايكروسكوبي يعني اخدت منها biops وبعتتها على اللاب اول شغل وانا بتطلع عليها هيكة من بعد الصورة بلاقيها انه في حولها capsule well-defined وتجواها تشو لونه ابيض وازرق اذا اجيت كبرت هاي التشو شو بلاقي جواها بدنا نحفظ ثلاث شغلات very easy تحفظوهم خلص احنا حكينا انه في هاي شو بتكون mixed يعني فيها اكتر من نوع تشو اول تشو اللي بنلاقيها هي عبارة عن epithelial element يعني ايش اصنا بالepithelial element اللي هم الاسيناي او الدكت اللي جلانت مكونة من اسيناس ومن دكت وعبارة عن epithelial cell اوكي فهاي الابithelial cell بتلاقي عصورة اسيناي او دكت او نست او شيت او whatever فابithelial cell بتصير لها secretion او formation جلال اسيناي والدكت فالcomponent التاني اللي ممكن نشوفه احيانا myo epithelium الcomponent التالت اللي ممكن نشوفه انه هدول epithelium والmyo epithelium زيك انهم مزرعين او مغموسين جوة اللي هي mesenchyme like background ايش اصنا بmesenchyme like background يعني تشو الorigin تبعها من الميزوديرم يعني connective tissue ايش اصنا بالconnective tissue mostly بدهم يكونوا cartilage chondroid واحيانا ممكن تلاقي bone اذا as a quick recap هذا التيومر شو بلاقي على الهيستولوجي اول شغلة لما باخد بأسمو هيك يعني بتطلع عليه بشيري للتيومر بتطلع بالعين المجردة بلاقي tumor او mass well defined لونها ابيض او grey في مناطق لونها ازرع بسبب وجود الكارتليج الكارتليج بعضي لون ازرع اجي توديتها على يعني فيه well defined mass لها capsules ومن جوا فيها tissue واكتر من نوع بعدين اجي صار يكبر 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 بها العدسة صار يشوف خلايا مزروعة اول شي في back ground من mesenchyme tissue اللي عبارة عن يا اما كارتليج يا اما بون وفي خلايا epithelium وميو epithelium موجودة فيها بس هذا اللي بنا نعرفه عن الهيستولوجي النوع التاني من اللي تيومر تبع salivary gland اسمه muco epidermoid carcinoma الميوكو epidermoid carcinoma شو بدنا نعرف عنه طيب اول شغلة بدنا نعرفه انه هو carcinoma يعني malignant وين اكتر ما كان يتوقع انه تلاقي المalignant حكينا ونلاقي sublingual sublingual اوكي فإذا 15% من الكنسرات بدها تكون muco epidermoid it's the most common type of malignant salivary gland tumor المost common location اللي ممكن تلاقيها فيه ايش هتكون اكيد sublingual طيب هلأ بالنسبة الميوكو epidermoid انا اسفة مش يعني الميوكو سري انا اسفة sublingual sublingual glands most commonly انه تلاقي فيهم cancer حكينا انه كل مكان حجم اصغر اذا لقيت فيها ماس على اغلب تكون cancer واذا cancer فهايبدأ تكون المost common type اللي هو ميوكو epidermoid لكن in general الميوكو epidermoid وين حتلاقيها اكتر شي بالباروتد يعني 60-70% منهم بدهم نكونوا بالباروتد شوفوا وين ما ايجاكم سؤال عن cancer حطوا كلمة باروتد انلس اذا سألنا وين اكتر gland بتشوف فيها ماليقنات تمام طيب بالنسبة بالنسبة للميوكو epidermoid على الماكروسكوبي شو رح اجي اشوف الميوكو epidermoid بتشوف فيها شغلتين بتلاقي فيها solid component يعني لو جيت اخدتها طلعت الماس قصيتها وطلعت عليها شو بلاقي فيها بلاقي فيها هيك mass well defined وجواها cyst cyst وفيها ماكن ثانية فيها solid تمام فهذه الفكرة فيها بتكون يعني اوكي في الها الحدود تابعونها كويسين مبينين لكنها مش زي لما حكينا عن البنين يعني الحدود اوكي مبينين لكنهم ممكن يكونوا مش regular كتير لانها مش كتير well encapsulated اوكي مش زي اللي قبل شوي حكينا عنها لكنها كويسة مش انه بالمرة ما لها حدود ومش مبين هاي اول شغلة الشغلة الثانية انه ايش بنلاقي فيها حكينا انه بنلاقي فيها cyst وهي cyst فيها ميوس بالاضافة لانه بنلاقي فيها grey white material او white tissue اللي هي موجودة حولين cyst على histology اذا اخذت منها histology شو بلاقي بنعرف انه بنلاقي ثلاث انواع من الخلايا اول نوع ميوكو فبدنا نلاقي ميوكوس سيلز او ميوكوس سيكريتين سيلز النوع التاني ابيدرمويد ابيدرمويد يعني سكن يعني سكويموس فنوع ميوكوس والسكويموس فبعيد بالنسبة لهذا التيومر هو the most common type of malignant التيومر اكتر مكان بلاقي فيها هي لكن بنرجع بنعيد انه لو انا كان في عندي glاند وفيها ماس فوهاي الماس بدها تكون malignant وين اعلى رسك اكيد بالحجم اصغر اشي يعني بالماينر او بالسبلينجول النقطة اللي بعدها انه هاي التيومر فيها شغلتين فيها cyst component وsolid component فلو طلعت على الماس اخدت منها section بلاقي فيها cyst وجواها ميوسن وبلاقي فيه component solid النقطة التانية انه هل هي well encapsulated ما عليها كابسول مش زي البنين تبعض قبل شوي لكنها كويسة يعني بتقدر تحدد حدودها نوعا ما بالنسبة للهيستولوجي فقلنا ثلاث انواع عن الخلايا فقط لغير هذا من نحفظه فيها epithelium فيها mucus secreting cells وفيها intermediate cells اللي هي hybrid بين التينين طيب هلأ اخر مكان او اخر condition هنحكي عنه بالنسبة للoral cavity اللي هي الاسنان مش مهم لكن عشان تعرف وفي conditions related للاسنان في عنا اول condition اشي اسمه odentogenic keratocyst ايش يعني cyst تايها فجوة وهاي الفجوة موجودة جو وrelated للاسنان فodentogenic keratocyst طيب التانية اللي اسمها periapical cyst الperiapical cyst عادة يعتقد انها cyst تكونت بعد infection على root of the teeth يعني infection inflammation فبتلاقي فيها inflammatory cells شايفين هون مثلا عنده dental caries والاسنان كانوا ملتهبين فصار في عنده وهاي الماس تحت الاسنان طيب اخر شي في عنده malignant أو malignancies بيطلعوا من الاسنان فمن اهم malignancies اشي اسمه odentoma kapenoin والamiloplastoma kmalignant هل هذا السلايد مهم مش مهم حادي لو طنجتو حطيتلكم عشان نختم سؤالين خلا نحكيهم هدول السؤالين ما اخدلين من new word step 1 سؤالة start بيقولنا اول شي 6 years old asthmatic patient وجاينا بهاي الصورة شو هاي شو بنا نعالج بيقولنا which of the following the most appropriate pharmaco therapy for this lesion طيب اول شغلة asthmatic قلتلكم asthmatic patient شو بياخدوا بياخدوا الكورتيكوستيرويد navelizer فمتوقع انه شو يصير في عندهم oral thrush عشان هيك دائما شو بننصحهم اللي بياخدوا navelizer بنقولهم انه دائما على طول بعد ما تاخد بعد ما ترشو بتمك دائريكت يروح اعمل renoids ايش يعني تمضمض اوكي عشان ما يأثر هذا الكورتيكويد على تمك فهذا عبارة عن oral thrush او candidiasis وبالتالي العلاج بنعطيهم anti-candida فمين من هدول الoptions بيقدر يشتغل على الكانددا الجواب النستاتين اوكي سؤال تاني 62 years old man come to the office due to worsening difficulty with the swallowing عنده مشكلة على بلع الأكل over the last three months هلا he has smoke اباكه في سيجرت لـ 45 سنة فعنده الهيستور في سموكين كتير عالية on examination there is a firm bulb bubble ماس على الباس of the tongue عنده ماس على التنغ بتخوف يجينا اطلعنا على cervical lymph nodes كانوا بالببل فبرضو بتخوف بزيادة دائما واحد عنده ماس بأي مكان بالجسم وحسيت له lymph nodes من الضخمة دائريك اللي بنفكر which of the following histological feature most likely to be seen على البيوبسي تبعت هاي الماس اذا واحد smoker مش قادر يبلع الأكل يجيت على التنغ لقيت عنده ماس وحسيت له lymph nodes لقيتهم متضخمين دائريك ايش الكنسر اللي بيكون موجود بالأورال كافتي squamous cell carcinoma of hidden neck فشيهم من هدول من ال options ماشي مع squamous cell carcinoma اكيد اللي هي هاي irregular foci of keratinization اللي هما اكثمناهم الكيرات تيمبيرلز فهذا هو الجواب اوكي وبس اتعطيكم العافية